صباحك منال صباح سهلا فيكي نرسي نعاد عليك كل عام وانت بخير وانتو بألف خير طبعا أكيد فيه أنواع وأشكال ميكوب وخاصة ممكن ألوان يعني نبغي نوديها خلاص باي باي خلينا نتكلم إيش الفرق بين ميكياج 2019 و 2020 بصراحة في كتير امتداد بين 2019 و 2020 صحيح في قصص اختفت أو خفت كتير في 2019 مثل الكونتورينج القوي أو الرموش الكتير كبيرة ومتدت وخاصة هلأ هذه السنة اختفوا تقريبا ومنهم موجودين بال2020 فالمودة كتير نعمة ومشكلة كتير بصراحة بتغطي كل الأزواء الأعمار من ضل فينا النقية شغلة واحدة من المودة ونضلنا على المودة ولو بشي بسيط طب خلينا نعرف إيش هي الإضافات يعني فيه أشياء حتروح ل 2020 بس فيه أشياء حتزيد عليها هلأ اللي كتير كتير بيان هيدا السنة هو البلوش الألوان اللي قويت على الخدود إن كان البينك أو الألوان البيتشي الكورل بس تكون هي امتداد للأي شادو حتى لطرف الجبين يعني البلوش هو اللي يمبين السنة فا ما بقى في كونتور البلوش اللي يكون على أحمر شوية على أحمر على بينك على أورنج بس بلوش بطل البنة والتحديد للمعالم الوجه يلي كتير بيان كمان هن المسكرة الملونة كتير طلعيت وبيانت لأنه ألوان زي إيش يعني؟ كل الألوان يعني مثلاً أنت حاطة أي شادو أزرق بيكون المسكرة كمان أزرق تكون امتداد للون الأي شادو بطلة الرموش هي نقطة نحن لازم نكون مركزين عليها إذا حاطين الأي شادو على بينكي أو على ردش أو على محمر شوي فيها المسكرة تكون على محمر أكتر على بيني المسكرة على بيني فهيدا الشي هلأ كتير كتير دارج هيدا السنة أنا فيه موضة صراحة أتمنى أنها ما تروح لعشرين عشرين شو هي؟ شفتها في 2019 اللي هم يركب الرموش تحت فتلاقي الرموش هنا فوق مرة والرموش تحت كمان كثيفة مرة وتحس تقيل على العين لأ هيدا السنة ما بيانت أبدا هيدا السنة ما بيانت على الرنوي بالعكس بيان كل القصص البسيطة ناعمة أكتر هلأ فيه شي غريب كتير كتير بيان بلش بال2019 بس صار كتير واضح بال2020 هن الايلينرز النيون أو الألوان اللي كتير مثل الأصفر النيون أو الفوشي النيون أنا جربت الأبيض بس وحسيت أنه عملت شي جديد مرة لكن حلو بأوقات معينة إن كان بإفنت أو لا أعمار معينة حتى بتثبت أو لا أوضاع إن كان ستيج أو شي بس حتى مش الكلاسيك اللي بقي مثلا اللي على الكريز أو اللي ممتوط لبره كأنه ديزاين كأنه رسمي حتى مش الايلينر الكلاسيك يعني اشتغلوا بديزاينات غريبة كتير على العيون طيب ترجمة نانسي قنع